إذن أيها الأحبة كما شاهدنا أن الدستور الكويتي حدد نظام الحكم الديمقراطي حيث السيادة فيه للأمة فإن لممثل الشعب مسؤوليات جسام باعتبار منتخبا يحمل أموم وأمال الناخبين من خلال ممارسة مهام التشريع والرقابة ذلك في ظل تعاون مع السلطة التنفيذية أي الحكومة لخدمة المجتمع وبناء دولة المواطنة التقرير التالي فيه ملامح عن مهام النائب ممثل الأمة فخر الديمقراطية الكويتية وبوصلتها في قلب هذه التحفة المعمارية يتنفس الكويتيون الديمقراطية منذ عقود نبط الديمقراطية في البلاد يتحدد هنا داخل هذه القاعة لكن دخول قاعة عبد الله السالم دونه الصندوق ولأن الديمقراطية في البلاد ليست مجرد شعارات فإن مسؤوليات ثقيلة تنتظر من يبتسم لهم الصندوق ويفوزون بشرف تمثيل الشعب الكويتي مسؤوليات تشريعية ورقابية في الأساس الدور الأساسي للنائب هو سن القوانين ومراقبة الحكومة ولأن الأصل في النائب أن يمثل الشعب كله لا أن يكون مندوبا عن دائرته فقط فإن عليه اقتراح تشريعات أو تعديلات تشريعية تخدم الشعب بعيدا عن مصلحة فئات معينة أو آجندات خدمية أما الرقابة البرلمانية فهي عنوان أساسي في البرلمان الديمقراطي ومؤشر على الحكم الجيد وأمام النائب مجموعة من الأدوات تمكنه من القيام بدوره الرقابي أكثر هذه الأدوات شيوعا الأسئلة الموجهة إلى الوزراء الاستجوابات اللجان المتخصصة ولجان التحقيقات وإذا كان الهدف من الأسئلة البرلمانية توضيح سياسات الحكومة ومناقشتها استجواب أداة يلجأ إليها النائب للحصول على تبرير لسياسة معينة من الحكومة لكن كل ذلك يجب أن تحركه رغبة في خدمة مصالح البلاد والشعب بعيدا عن التأزيم فمساءلة السلطة التنفيذية حول أعمالها هدفه ضمان تنفيذ سياسات الدولة بطريقة فعالة والدفاع عن المصلحة العامة لا خدمة مصالح ضيقة أو الانتقاد من أجل الانتقاد ولئن كان نجاح التجربة الديمقراطية أساسه تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات وعدم تعدي أي سلطة على صلاحيات أخرى فإن مفتاح هذا النجاح هو التعاون بين هذه السلطات نقطة طالما شدد عليها حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه إذن أيها الأحبة هذا جزء وبسيط حقيقة من المهام التي ينبغي أن يقوم بها من ينوب عن الأمة داخل قاعة عبدالله السالم وحتى نفهم أكثر موقع النائب أو ممثل الأمة من عراب الحياة السياسية والبرلمانية وما حققه من إنجازات تشريعية نحاول في هذا التقرير أن نعدد حصاد مجلس الأمة الحالي كنموذج لما يمكن أن يقدمه النائب للأمة والتي اختارته متحدثا باسمها في برلمان يجمع ممثلي الشعب مع الحكومة في حوار وحراك هدفه الأساسي خدمة المواطن والبطن انطلق مجلس الأمة كمؤسسة تشريعية ليقوم بدوره المنوط به نحو تحقيق التقدم المأمول عبر إنجاز العديد من القوانين والتشريعات منذ بداية دور عقاده حيث وافق مجلس الأمة في التاسع من يناير 2014 على مشروع القانون بشأن تعديل اسم بنك التسليف والادخار إلى بنك الاقتمان الكويتي كما وافق على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وذلك استجابة لطلب تحرير الخدمات المالية الذي دعا إليه النظام الاقتصادي العالمي الجديد في وثيقة الاتفاقية الجديدة لمنظمة التجارة العالمية وفي يناير 2014 وافق المجلس على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 98 لعام 2013 في شأن إنشاء الصندوق القوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومسايرة للتطور الهائل في مجال الاتصالات التي تعتمد على تبادل المعلومات عبر شبكات الاتصال الحديثي لذا فقد وافق المجلس على مشروع القانون في شأن المعاملات الإلكترونية في يناير 2014 وفي شأن نفسي وافق المجلس على الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 28 مكرر دال إلى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية بهدف التيسير على المواطنين لإقامة المساكن التي يحصلون على قروض لإقامتها أو لترميمها وفي فبراير 2014 وافق المجلس على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء وذلك بناء على طلب رئيس المحكمة الكلية ووفقا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من المجلس ونظرا للمرحلة الانتقالية التي تمر بها مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية تجاه تحويلها من مؤسسة عامة إلى شركة مساهمة والصعوبات التي تواجهها لذا فقد وافق المجلس على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة وتعديل المرسوم بالقانون رقم 22 لسنة 2012 بشأن تعديل أحكام القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة وفي فبراير 2014 وافق المجلس على مشروع القانون بشأن دور الحضانة الخاصة بهدف معالجة الغياب التشريعي انطلاقا لالتزام الدولة بالدستور برعاية النشأ وحمايتهم الاستغلال ووقايتهم الإهمال الأدبي والجسماني والروحاني وحماية الأمومة والطفولة في ظل القانون وفي مارس 2014 وافق المجلس على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 51 لسنة 2010 بإنشاء صندوق لمساعدة المواطنين المتعثرين في سداد القرود الاستهلاكية والمقصطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار ونظرا لعدم قدرة العديد ممن صدر لصالحهم قانون رقم 104 لسنة 2012 في شأن إنشاء صندوق دعم الأسرة ولمعاونتهم على الاستجابة لمتطلباته ولعدم إتاحة الفرصة الزمنية الكافية أمامهم للتقدم بطلباتهم ولتاحة الفرصة أمام البنوك لدراسة أوضاع المدينين والبت فيها فقد وافق المجلس على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 104 لسنة 2013 في شأن إنشاء صندوق دعم الأسرة وهكذا تستمر مسيرة الإنجاز في مجلس الأمة من أجل ارتقاء إلى مستوى تحديات الإصلاح الداخلي وتحقيق التنمية الشاملة ومواجهة المستجدات والمتغيرات الخطيرة على الساحة الدولية وليكون دائما عند حسن ظن الشعب الكويتي الكريم وقيادته الحكامة